بعض الناس مبارحة زعلوا من جزئية اللي انا قلت الزمالك محتاج معدي نفسي في المباراة القبرى النهائية ومباراة الدربي اللي شايف اللي ده مش صحيح ممكن بس يناقشني بس براحة اللي شايف ان الزمالك يضيع منه خمس ضربات جزاء في المباراة مهمة في اخر سنين محمود فتح الله هو افضل مسدد لضربات الجزاء وقتها كوفي وهو بلعب ضربة جزاء مهمة جدا لتدي الزمالك بطولة بس بمرسي ومن احسن الناس اللي بتلعب ضربات الجزاء كهرباء يمكن نقول للإستثناء الوحيد وان بعرفش لعب ضربات جزاء وخد الكورة غصب لعن المدرب الفني ضيع برضو ودي كمان محمود علاء خمس ضربات جزاء مهمين جدا في توقيتات قتلك هتممكن تدي الزمالك بطولات او تحطه في مكان تاني اللي مش شايف اللي الزمالك مهاجمينه بيبقوا في الستة يرضى وبيضيعه اللي مش شايف اللي الزمالك حراس المرمى بتقع بخطوئه اخطاء فادحة في مباراة قاتلة ضد الاهلي اللي مش شايف النهارده اللي المدفعين بتوع الزمالك بيعملوا اخطاء مستحيل اطفال تعملها في مباراة كبيرة وتحصل وبتتكرر في مباراة الاهلي وشوفتهم بارح وشوفتهم قبل كده في نهاية افريقيا الاهلي في نهاية افريقيا في اول خمس دقايق قدر يجري ويلعب على قصة اسلام جابر اللي هو العيد مش في مكانه ويحطه تحت ضغطه ويخليه يغلط ويجيبه كانت ممكن تدخل كورة هدف له لحسين الشحات ما احرزهاش وجاءت منها الكورنان اللي جيب عادها منها الجون جون ما يخشش في نادي بلعب درجة تانية بيدخل فيه في نهاية افريقيا ضمن الضغط بتاع العابة الاهلي المطش بتاع انبارح بس برضو نازل ضغط في اول ثانية على العيبة المفروض اللي هي مكتملة هم نقصين بيجي في اول دقيقة محمد الشريف كمان يضيع هدف فاللي مش شايف اللي العابة الاهلي نفسيا بتكون راجبة لعابة الزمالك ده يبانا اللي فعلا عندي مشكلة في التوقيت ده ولكن انا وجد نظر ايه اللي لعبت الاهلي دايما نفسيا داخلين مطش مستعدين اكثر وده مش عايبة جماعة كل الانديت العالم ريال مادريد باير ميونيخ كل الناس بتستعين بالمعد النفسي لانه لا يقل اهمية على المعد البدني حتى المباراة النهائية يا جماعة نادي الزمالك لعب فاينال لعب فاينال مع سانداونز لعب فاينال مع الاهلي لعب فاينال حتى مع نهضة بركان وكسب ضربات الجزاء المفروض نهضة بركان تاريخيا الزمالك اعلى بكتير منها كل المباراة اللي فيها مباراة حاسمة استثناء لو قلنا فاينال 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 بتاع 2-0 بتاع لان فاينال نفسه كان مداريب كبير جدا وبيقدر يهيئ اللاعبين نفسيا بالاستثناء الفاينال ده لعبت زمالك في المباراة المهمة والحاسمة واللي فيها حياءة اموت زي ما بنقول بتقبق لأ في مشكلة عندها اللي مش شايف كده يبنى اللي فعلا عندنا بقى المشكلة حتى حدا هيقول لي طيب احنا كسبنا الاهلي في المباراة كتير هي زي ما قلت باستثناء مباراة فيرير على فكرة المباراة الاخرى ياما ضربات جزاء مثلا مرة في الامارات ياما او مرتين في الامارات ياما مباراة كانت تحصيل حصل في الدولة فما كانتش بقيمة هي الاهلي لاعب وبيلعب وموت نفسه بقولش الاهلي ما لعبش ولكن مش بقيمة الحدث الزمالك فعلا عنده مشكلة عنده مشكلة في المباراة الكبرى اللي بتكون على بطولة وده واضحة جدا فلازم الزمالك يعالج الموضوع ده اللي مش شايف اللي ايه بنا فعلا يا جمعانها اللي انا لااسف ولا اللي عندي مشكلة في القصة دي ماشي تمام يلا سلام